شريحة كادحة تسعى جاهدة لسد لقمة عيشها والحصول على أبسط الحقوق العمال في النجاف بلا مأوى فبعد استحصالهم على تخصيص قطعة أرض لهم تحاول وجهة نافذة الاستيلاء عليها بعد صدور كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإيقاف التعامل مع الاتحاد العام لنقابة العمال صدر كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إيقاف التعامل مع الاتحاد العام لنقابات العمال هذا الكتاب استغل من بعض الدوائر ومن بعض الجهات أنه يوقفون التعامل مع جميع الاتحادات المحلية في العراق وهذا خلاف قانون 52 لعام 1987 الذي حدد أنه اتحاد نقابات العمال في المحافظة الاتحاد له استقلال مالي وإداري عمال النجاف طالبوا رئاسة الوزراء خلال وقفة احتجاجية واصطى ساحة الصدرين بالتدخل العجل لمنع النافذين من سرقة حقوق أكثر من أربعة آلاف عائلة وإصدار سندات الملكية لهم يوميا مسؤول مستثمر يريد يأخذ القاع من العمال زي أن يعني تدول حق العامل على حق هذه القطعة الأرض يعني أنا عامل صالي 23 سنة 23 سنة صالي عامل أحلى بمئة متر تجي الجهات متنفذة تأخذها من عندنا بكل بساطة وبكل سهولة بعد خمس سنوات ودفعنا رسومات ووصولات واشتراكات نطل النقابة ويجون هسا يخذوهم من عندنا نطالب من رئيس الوزراء ومن الأخ محافظة النجف ماجد الوائلي يوقفون ويانا ويساعدون بهذا الموضوع دقوا الصبات من هذا الحد لهذا الحد هذا حي العمال نزل بالخليطة بالتختار العمران حي العمال وذا تفاق جانب هالأحزاب الفاسدة أغاد العمال 15 ألف عامل بس من النجف ما يطلون قطعهم ويقاتلون ما استلمنا أي شيء نحن عدنا وصولات أرقام قطع أراضي مثبتة عدنا من قبل الدولة وحاليا الأحزاب الفاسدة تحرك عليها قطع أراضي قدموا عليها منذ العام 2018 بعد أن أكملوا جميع متعلقاتها مع الجهات المعنية إلا أن سطوة النافذين وعلى ما يبدو تحاول فرض هيمنتها على كل شيء من النجف محمد الغاربي واني نيوز